وزيري الاتصالات والإعلام وأيضاً أساد النواب وممثلين عن الإعلام المرئي في لبنان وأيضاً المجلس الوطني للإعلام هذه الجلسة مخصصة لما هو معروف إيقاف بث قناة المنار عن القمر الاستناعي العربي عربسات نقشنا على مدى ساعتين تقريباً هذه القضية التي سبق لنا في جلستين ماضيتين أن نقشنا العلاقة بين الدولة اللبنانية وإدارة عربسات على ضوء القضية الأولى التي نقشناها وهي قضية الميادين اليوم في هذا الاجتماع نستطيع أن نقول أن الدولة اللبنانية كانت حاضرة من خلال المجلس النيابي الذي هو المؤسسة الأم والحكومة وأيضاً الإعلام اللبناني فكل المعنيين بقطاع الإعلام وقطاع الاتصالات لجهة نقل الصورة كان في هذه الجلسة سأتحدث عن جو النقاشات ثم أخلص إلى القرارات المبدئية أو خليني نقول مواقف المبدئية للجنة والخطوات العملية التي اتفقنا عليها بالإجمع استمعنا إلى طبيعة هذه القضية والأسباب التي تذرعت بها الجهات التي اتخذت القرار بإيقاف المنار فتبين أن هناك حلقة تلفزيونية بثت في شهر نيسان ينتقد فيها ضيف على الهواء مباشرة الملك السعودي ورد المقدم البرنامج بحيث باللجنة كلنا اتفقنا أنه المنار قامت بواجبها المهني في هذا السياق ومعروف أنه البرامج المباشرة لا يمكن ضبطها على الهواء لكن عادة على القناة أن تقوم بدورها المهني في هذا المجال وطلعنا أيضا على تصريحات الوزير الإعلام السعودي الذي تبنى باسم دولته قرار إيقاف الميادين والمنار ونقشنا بإسهاب كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية من النواحي التقنية المهنية السياسية التجارية وخلصنا إلى مجموعة من المبادئ وبقول هذه المبادئ بإجماع الحاضرين سواء الوزراء أم وسائل الإعلام أم النواب في المواقف المبدئية أولا إيقاف بث قناة المنار على عرب سات هو قرار سياسي يستهدف حرية الإعلام في لبنان وهو يشكل انتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء على ميزته وفرادته كبلد للتنوع وبلد للحريات ولا يمكن إخضاع هذا الإعلام لما يخضع له الإعلام الموجه والأحادي الاتجاه السائد في بعض الدول بخاصة الدول التي مارست ضغطا على عرب سات لإيقاف بث هذه القناة اثنين إنما جرى يشكل تهديد للإعلام اللبناني برمته فهو ليس قضية تتعلق بوسيلة إعلامية محددة صحيح أن هذا الاستهداف هو لوسيلة معينة لكن الجميع في الجلسة وبخاصة ممثلي وسائل الإعلام نظروا إليه باعتباره تهديد لكل حرياتهم الإعلامية ويتم التعامل مع هذا القرار على أنه حلقة من سلسلة حلقات الاستهداف لهذا الإعلام من قبل بعض الدول النافذة لإسكاة صوت الإعلام الحر بشير هون إلى أن عدد من ممثلي وسائل الإعلام طرحوا ما أصابهم في السابق من إيقاف لبث قنواتهم لأسباب متعددة سياسية وتجارية وتبين أنه الكل استهدف في السابق وهذا سيف مصلط على الإعلام اللبناني الذي هو سيف الإقاف البث عن الأقمار الاصطناعية ثالثا هذا القرار وبعد دراسة الموجبات القانونية للعقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وعربسات وبين المنار وعربسات هذا القرار بإيقاف البث هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع القناة المستهدفة من قبل من اتخذ القرار في عربسات بناء على الضغط السياسي المسبق والمنار لم تخالف شروط العقد والحلقة المشكو منها وهي انتقاد الملك السعودي غير مبرر على الإطلاق اعتبارها سببا لإيقاف البث بخاصة ان قناة المنار قامت بواجبها المهني اثناء بث الحلقة على الهواء مباشرة ان القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في عربسات والذي هو مؤسسة استثمارية بين الحكومات العربية ولبنان مستثمر في هذه المؤسسة كشريك فلم يتم اختار الجهات المعنية في لبنان بهذا القرار وبالتالي هو تعدي على القوانين الضابطة لعمل عربسات هذا الاجراء ان الانسحاب من جورة البلوت من بث ترددات من جورة البلوت هو خارج سياق العلاقة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات وهو ايضا انتهاك لصلاحيات عربسات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ويضر بمصالح الدولة وكان ايقاف البث من جورة البلوت مقدمة لمثل هذه الخطوات وقد لحقت بالدولة اللبنانية اضرار مادية ومعنوية جراء هذا القرار هم بين اهلالين يقول نحن ابلغنا من قبل وزير الاتصالات بانه عندما اوقفوا البث كانوا يتسرفون بطريقة خارج اطار القوانين الضابطة للعلاقة او خارج اطار العقود الضابطة للعلاقة بين وزارة الاتصالات وبين ادارة عربسات وبالتالي هذا القرار خارج الاصول المعتمدة في العلاقة بين الدولة اللبنانية وعربسات في ايضا المبادئ التي اتفقنا عليها في الجلسة ان المنار واي قناة تبث من لبنان قناة مرخصة في لبنان ان المنار والقنوات اللبنانية هي محطات لبنانية مرخصة تخضع للقوانين اللبنانية وبالتالي لا يمكن اخضاع ما يبث على هذه القنوات لاجراءات دول اخرى اذا كان هناك اي التباس او اشكال لدينا في لبنان قوانين مرعية الاجراء مع التأكيد ان المنار في القضية المثارة لم تخالف حتى القوانين اللبنانية المرعية الاجراء ما جرى بالنسبة لوسائل الاعلام يشكل تهديد للمستقبل بانه عندما تتعارض وجهة نظر القناة او تتعارض وجهة نظر ضيف على الهواء مباشرة مع هذه الدولة او تلك الدولة اذا كانت تملك نفوذ على الاقمار الاصطناعية فان هذا مدعاة لايقاف بث هذه القنوات جرت تشديد على اهمية ابقاء هذه الامور في اطار القوانين اللبنانية هذا ما ينص عليه دستورنا وما تنص عليه قوانيننا من المبادئ التي اتفقنا عليها ايضا ان الدولة اللبنانية رغم ما تعانيه هذه الايام من صعوبات معنية بشكل مباشر بالقيام بخطوات عملية وليس الاكتفاء فقط في الموقف التضامني وهذه الخطوات يمكن لوزارة الاعلام ولوزارة الاتصالات ان تقوم بها من اجل حماية الاعلام اللبناني هذا على مستوى المبادئ العامة في التوصيات المتعلقة بالاجراءات العملية هناك شقين شق تقني وشق قانوني اتفقنا عليه داخل اللجنة في الشق التقني العمل من اجل اخراج الاعلام اللبناني من تحت سلطة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول النافذة على الاقمار الاصطناعية وخاصة فيه على عربسات واتفقنا على ان تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وسائل الاعلام اللبنانية بدراسة هذا الامر وفيه شي انطرح طبعا تقني له علاقة بكيفية البث عبر الاقمار الاصطناعية جرى الاتفاق على خطوات عملية من خلال تعاون بين وزارة الاتصالات ووسائل الاعلام اللبناني ثانيا بالاجراءات ان يتقدم لبنان بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية استثنائية لعربسات من اجل درس هذه المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي الذي اتخذ لوقف بثقناة المناطق ثالثا الطلب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة لانه معروف انه عربسات مملوك لجامعة الدول العربية وبالتالي هذه الجامعة هي سلطة الوصاية على ادارة هذا القمر العربي ولبنان من الدول المؤسسة في جامعة الدول العربية ولا يمكن ان يستهتر به بهذا الشكل ان يتخذ ارار بحق قناة اعلامية او باي امر اخر وهو جزء من الجامعة العربية وقلت هو من المؤسسين وما تم لا ابلاغه لا تم يعني على الاقل التواصل معه قلت هذا يشكل استهتارا بالدولة اللبنانية نحن بنعرف وضع دولتنا وبقول ما تعانيه هذه الايام المشكلات لكن هذا لا يعني على الاطلاق القبول بهذا الامر بخاصة ان واحدة من المبادئ الاساسية التي اجمع عليها الجميع انه هذا موضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة على اعلامها والكل كان عم يقول ان احنا ما فينا نستهين بمثل هذا القرار اللي بشكل انه اعتداء علينا جميعا وبالتالي انتهاك لسيادتنا رابعا سيتتولى وزارة الاعلام عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وزارة الاعلام يعني بين ممثلي عفوا وسائل الاعلام المرئي مع وزارة الاتصالات مع رئيس الحكومة لمناقشة هذا الامر ولقيام رئيس الحكومة بالخطوات المفترض ان يقوم بها على ضوء النقاش اللي بدنا يعمله مع رئيس الحكومة مفترض هاليومين يصير اللقاء طبعا هذا على عهدة وزير الاعلام واذا كانت الحكومة الان لا تجتمع لمناقشة هذه القضية على الاقل في رئيس حكومة في وزير اعلام في وزير اتصالات بيقدروا يجتمعوا مع ممثلي وسائل الاعلام وتنشرح القضية مع رئيس الحكومة الذي بدوره يستطيع القيام بالاتصالات اللازم الامر الاخر هناك اتصالات يفترض ان تبدأها وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات مع الجهات المعنية في مجلس ادارة العرب سات اليوم يرأس مجلس الادارة مندوب عن دولة الكويت وللبنان علاقات طيبة جدا مع دولة الكويت سيتولى وزير الاعلام القيام باتصالات في هذا الشأن وايضا ستتولى وزارة الاتصالات القيام بدورها مع مجلس ادارة العرب سات ومع الجمعية العمومية هذه هي تقريبا الخطوات الاساسية التي اوسط بها اللجنة ونقول الحمد لله هي التوصية جاءت ايضا بالاجماع حتى مع الوزراء ومع ممثلي وسائل الاعلام ومع الكتل المشاركة في هذا الاجتماع هذا عم نشوف اذا بعد فيه امور اخرى طبعا ايه فيه بالتوصيات ان يبادل لبنان الى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات على امرين الامر الاول المتعلق بطريقة التعاطي مع البث من جورة البلوت والامر الاخر ايقاف بث القنوات التي تبث من هذه البلد يعني كان قبل الميادين واليوم المنار وهذه الشكوى مفترض ان تتابع من خلال الجهات المعنية في الدولة اللبنانية هيدا اجمالا اللي اتفقنا عليه باللجنة هلالاجراءات القضائية التي ستلجأ لها قناة المنار هذا يعني القناة هي بتقوم فيها لانه تبين انه العقد يعني فيه خرق فاضح لالو بس هون بذكر واللي حكيناه قبل وقت قضية الميادين ان العقد يقول اذا حصل نزاع تتم تسويته وديا خلال ثلاثة اشهر واذا ما اتفقوا وديا في جهة تحكيمية بالقاهرة بتقوم بهذا العمل طيب هذا كله لم يحصل يعني لا الدولة اللبنانية مع خبر القناة فورا ابلغوها انه انتم من سبعة شهر بثيتوا حلقا ولا اني يعني متل بيقولوا استفاقوا بعد سبعة اشهر لانه كما قلت هذا قرار سياسي على كل حال اجراءات القانونية والقضائية تقوم بها القناة وكل من كان حاضر في الجلسة عرض انه هو حاضر للمساهمة باي شكل من الاشكال لمساعدة القناة في هذه القضية من النواحي القانونية والقضائية شكرا للمساهمة هلا ازا بدي حكي بالشق المالي رغم ازا بدي حكي بالشق المالي انطرح هذا الموضوع وقالنا انه ممكن هنا يتجاوزوا بيبعثوا تشيك بالاموال يعني اذا للدولة اللبنانية في خسائر كبيرة بملايين الدولارات على الدولة اللبنانية في ديؤون على عربسات وفي خسائر بموقع جورة البلوت لانه هذا بني ودفعت استثمارات باتفاق بين باعتبار لبنان مستثمر باتفاق بين وزارة الاتصالات وادارة عربسات انه بنبني جورة البلوت بهاي المواصفات من اجل البث منها عبر هذا القمر تم الغاء البث بهذا القرار طبعا دون العودة للجمعية العمومية دون تشاور مع الدولة اللبنانية وفي خسائر كبيرة وفي ديون لكن احنا ما دخلنا الى هذا الشق لانه القضية قضية سياسية مش قضية مالية وانت بتعرف الدولة النافذة في هذا الموضوع اذا قضية تكمل يون دولار للدولة اللبنانية باعطولون يون فما بدنا ناخد القضية بهذا الاتجاه لكن في مسئوليات على الوزارات المعنية وهني اكدوا انهم سيقومون بما عليهم ان يقوموا به من الاجراءات القانونية والاجراءات العملية الاخرى من اجل الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية في امرين طبعا متلازمين في مصالح للدولة بموقع جورة البلوت وفي الاعلام والدولة معنية بالتنين لانه ايضا الدولة معنية بالدفاع عن اعلامها وعن حريته وعن سيادته وهذا كان برجع بقول محل توافق عند الجميع مفترض خلال ايام طبعا الموضوع التقني يحتاج الى بعض الوقت لتحرير الاعلام اللبناني من سلطة النفوذ السياسي الخارجي المتحكم بعربسات وهيدي مفترض بالتواصل اللي بدي يكون بين الوسائل الاعلامية ووزارة الاتصالات الخطوات الاخرى الاجتماعات واللقاءات متدرجة يعني في اليومين المقبلين في مزيد من التحركات في هذا الشأن ما حطينا يعني بهاليوم بنا نعمل هيك لانه في شيء مثلا راح اعطي مثال اذا بدنا يعملوا لقاء رئيس الحكومة والوزارة بدنا ينطروا لنشوفوا الاوقات المناسبة سألنا نحن خلال اليومين المقبلين لانه هالقضية ما في امكانية للسكوت عنها او لطيها في بداء الاخرى البحث عنها في شيء خطر انطرح وابدي اذكره هون انه نقال اليوم تم ايقاف هذه القناة بعدين ما بنعرف مين بيستهدفه بعدين على الانترنت ما بنعرف مين بيستهدفه في الوقت الذي تفتح فيه كل الفضاءات وخصوصا على الانترنت لداعش ومثيلات داعش انه بالوقت ليسمح لهذا الفكر التكفيري الارهابي المتطرف اللي عم يصيب بشروره الجميع يسمح له بان ينتشر بطريقة واسع عبر الانترنت هناك من يضيق الفضاء على الاعلام الحر اللبناني من اجل منعه من ايصال صوته جرى نقاش بهذا الموضوع كيف فينا نحمي هذا الاعلام وانا اللي بقول لكم لطرح هذا الموضوع يعني من قبل الممثلين عن وسائل الاعلام كان تحت عنوان كيف نحمي هذا الاعلام لانه فيه خطر عليه بالوقت لداعش تتمدد اعلاميا وتعطى التسهيلات في الكثير من الدول في محاولة لاسكات الصوت اللبناني الاعلامي الحر أعطيكم العافية شكرا الله أعطيكم العافية